خارج الحياة وداخل دائرة الخطر بلا مأوى ولا أمان ولا علاج مجندون وعاملون وجوعا إنهم أطفال اليمن المنسيون في جحيم الحرب وخطر المجاعة الحرب المشتعلة في اليمن كانوا أول ضحاياها لقد أخذت الكثير منهم فوفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف قتل أكثر من ستة آلاف طفل خلال الثلاث السنوات والنصف الماضية وبحسب المدير الإقليمي لليونسف فإن كل طفل في اليمن بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية وهي المساعدات التي تواجهها الكثير من التعقيدات التي تحول دون وصولها إلى اليمن بشكل آمن وضع أطفال اليمن خطير للغاية فالتهديدات التي تواجه وجودهم كثيرة منها تفشي الأمراض مثل الدفتيريا والكوليرا والإسهال المائي الحاد بالإضافة إلى أن تهديد المجاعة هو التهديد الذي يعد الأسوأ في اليمن بوصف الأمم المتحدة ليس وحده الجوع من يهدد أطفال اليمن ويجعل مستقبلهم حالكا فالصراع في اليمن بوصف اليونسف جعل الأطفال عرضة لمخاطر أخرى مثل عمالة الأطفال وإجبار بعضهم على الزواج وتجنيد البعض الآخر في المواجهات المسلحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا